بسم الله الرحمن الرحيم أهلا وسهلا ومرحما بكم أعزائي داريسي مقرر جبرى المصفوفات ومع الجزء الثالث من الدرس الثاني في الوحدة الثانية نتعرف فيه سويا على إيجاد محدد المصفوفة الأولية Elementary Matrix نرمز لها عادة بالرمز E وهي مصفوفة مربعة أبعدها N في N تأتي من إجراء عملية أولية واحدة فقط على مصفوفة الوحدة المقابلة من نفس البعد I N بمعنى أنها قد تأتي من ضرب صف ما في مصفوفة الوحدة في عدد ما أو بتبديل صفين في مصفوفة الوحدة أو بضرب صف في عدد ما وجمعه على صف آخر المهم أن تأتي بعد إجراء عملية صفية أولية واحدة فقط النظرية التالية تقول لنا أن قيمة محدد المصفوفة الأولية لا تخرج عن ثلاث قيم إما أن تساوي K وهو العدد المضروب في الصف الذي ضربناه في مصفوفة الوحدة وجمعناه على صف آخر إليكم المثال التوضيحي التالي في المصفوفة الأولية الأولى A1 ماذا فعلنا؟ أتت بضرب مصفوفة الوحدة I4 ضربنا الصف الثاني في ثلاثة لذا فقيمتها حسب النظرية هي هذا العدد K لأنها أتت من ضرب الصف الثاني في مصفوفة الوحدة I4 بالعدد الثلاثة فقيمتها هي هذا العدد K المصفوفة الأولية الثانية كيف أتت؟ بدلنا الصف الرابع مكان الصف الأول بدلنا الصفين الأول مع الرابع لذا فقيمتها تساوي سالب واحد مباشرة بمجرد النظر هذا هو إيجاد قيمة محدد المصفوفة بمجرد النظر إذا كانت مصفة أولية المصفوفة الثالثة I3 كيف جاءت؟ ضربنا الصف الأخير الصف الرابع في سبعة وجمعنا النتجة على الصف الأول لذا فقيمة هذه المصفوفة بمجرد النظر هي واحد ويمكنكم التأكد أن هذه المصفوفة هي مصفوفة مثلثة علوية كل العناصر تحتكت الرئيسي عبرها الأصفار فكيف نوجد قيمتها؟ بأن نضرب أناصر الكتر الرئيسي واحد في واحد في واحد يعطي واحد